التمويل يعمل جدل كبير التمويل عمومي يعني الدولة معاش تمو الحملات الانتخابية كل مترشح يعمل على نفسه ماديا هو ولكن كيفاش فهما سقف يقول لك هذي الطريقة أطروت هذي أمام المترشحين اللي نجم يجي تمويل من أشخاص من جهات وهذيك عليش يسمعنا منذ أيام كهو باش نعودو نرجعو للناس والميل الفاسد والكناترية اللي هي بشترك في الانتخابية طريقة غير مباشرة شكرا على السؤال إرادة المشرع اتجهت نحو إلغاء التمويل العمومي وأبقات على التمويل الذاتي والتمويل الخاص ولكن كما تعلمون أن إرادة المشرع اتجهت كذلك إلى تحديد سقف للتمويل لتمويل الحملة الانتخابية السقف هذا يتم ضبطه لاحقا بأمر حكومي ولكن للحيلولة دون أن يولي يدخل المال الفاسد في تمويل الحملات الانتخابية النص التشريعي النص التشريعي اقتضى قواعد قانونية زاجرة وتصلوا العقوبات الزاجرية بالنسبة للمال الفاسد هذه عقوبات زاجرية كبرى وهناك أطر للرقابة على التمويل العمومي هذه نص عليها بالتفصيل هذا نفس الشي اللي تنص عليه في تسعتاش وفي أربعتاش وشفنا الأموال الطيلة وما صار حتى شيء ولكن لو كانت شوف هذا هو مع أنتا للناخب والمتابعي يقول لك نفس الشي تقال في الانتخابات القادمة وشفنا المليارات مش مئات الملايين مليارات تصرف على الحملات الانتخابية وما نعرفوش الأموال المليارات متأتي وما صار حتى شيء وما تغير شيء أنا نحب أن نقول لك حاجة يا مريم هو خيار العدم معناتها إقعام والإدراج التمويل العمومي هو تم تبنيه في الاستفتاء سابقا وبفضل مجهودات الهيئة وأعوان الرقابة الموضوع على ذمتها وبفضل التنسيق بين الهيئة والإدارة وخاصة الإدارة كما نقول أنا أعوان الرقابة الإدارة ومختلف الإدارات خاصة البنك المركزي وخاصة لجنة التحاليل المالية وجميع الإدارات التي تتعنى بشأن مراقبة تدفق الأموال تدفق الأموال وكل شيء نجحنا بصورة كبيرة جدا في تنظيم عملية تمويل الانتخابية السابقة ومعنتها التنسيق ما بين الهيئة ومختلف الإدارات كان تنسيق ممتاز جدا في الحقيقة وما شاهدناش نعرف ça n'a rien à voir مع الانتخابية والانتخابية مع العمل الحمائي الذي ستقوم بالهيئة هناك عمل زجري إذا كان فقنا بناس معناتها عاملة دخلة الأموال المشبوهة هذه لإفساد الاستحقاق هذا فستكون معناتها العقوبات الزجرية عقوبات كبيرة جدا